مشاهدين أثارت حادثة مقتل صيدلي مصري مقيم في السعودية أثارت موجة غضب بين مصريين وحظيت الحادثة باهتمام عربي واسع تصدرت قائمة البحث والتفاعلات على جوجل وتويتر في مصر والسعودية حيث قالت وسائل إعلام مصرية أن صيدلي مصري هو أحمد حاتم عمره 34 عاما متزوج وأب لابن عمره عامان كان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا التابعة لمحافظة الجوف في السعودية وتوفي الأربعاء بعدما أطلقت سيدة سعودية الرصاص عليه داخل الصيدلية التي يعمل فيها شرطة منطقة الجوف بالسعودية قالت إنها ألقت القبضة على امرأة سعودية أطلقت النار على شخص توفي لاحقا متأثرا بإصابته وقد تم إحالتها إلى النيابة العامة كذلك ما نقلته الصحافة المصرية عن أحد جيران ضحية من المحلات المجاورة للصيدلية قالوا إن مشادة كلامية قد نشبت جراء امتناع الصيدلي بحسب روايتهم عن إعطاء السيدة مضادا حيويا لا يصرف إلا بوصفة طبية التزاما منه بقوانين السلطات الصحية وبحسب شهود توجهت السيدة إلى سيارتها لتحضر مسدسها الخاص وتطلق عليه طلقتين ناريتين استقرت في ظهره خرجت أرمالة الصيدلي أحمد بالفيديو تقول فيه كيف استقبلت نبأ مقتل زوجها الفيديو قد يكون مؤلما للبعض أخبروا بصر رد عليكم اسمه أبو مالك والتروفية يا أبو مالك أحمد بالك قال ل البطال الله يا أبو محمد قال ل البطال الله يا أبو محمد والترو البطال الله يا أبو مالك دانا لسا نكلمها قال له عدد أخليط عليه الصيدلية كيف عايزة عليك وخلته ضير ظهره ضلع المسدس وضر مضرات ضلعات بضعاتهم وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم توجهت بالعزال أهل الصيدلي وأكدت خلال اتصال هاتفي بالأسرة قالت الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله وتحركت السفارة المصرية على الفور وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني كذلك نعت نقابة أطباء مصر أحمد حاتم وقالت إنها تحتسبه شهيدة قتل غدرا أثناء عمله وطالبت السلطات المصرية والسعودية بالتحقيق في الجريمة وتطبيق القصاص العادل كذلك مشاهدين على المنصات قد نشب نوع من الجدل بين المغردين المصريين والسعوديين حول أسباب وقوع هذه الجريمة وتحت وسم حق الصيدلي أحمد حاتم لازم يرجع مثلا هنا تدوين لأحمد غنام يقول أراد حمايتها من دواء بدون وصفة طبية فأردته قتيلا بالرصاص خالص المسواسات لأهل الشهيد الصيدلي أحمد حاتم كما يقول أحمد غنام أما هنا الإسكندراني لما الصيدالي مصري يضرب بالنار في السعودية من وحدة أيا كانت سلطاتها عشان رفض يديها مضادحة ويدون رشدة طبية طبقا للتعليمات يبقى كلمني عن كرامة المصري في الخارج وعن العدالة في السعودية أما خالد يكتب في تدوينته إخواني المصريين في السعودية ما راح يضيحق أحد اتركوا عنكم الحماس الزايد دعاني اللزوم الدكتور أحمد ابننا وأخونا قبل يكون ابنكم وكنا ضد الفعل المشين اللي تعرض له وراح تتحاسب الدولة فيها قانون ونظام ياخذ حقه الواحد إلو حق وأغلب اللي بالتعليقات هم حاقدين الاعتابي يرد يا أخي في ناس خلوها تقتل عشان ما عطاها علاج طيب في تحقيق لسه ما صار واحتمال يمكن شي بينهم والخبر لما يوضح السبب لم يوضح السبب فما هو صحيح ما نصدق كل ما يقال الحرمة جاية ومعها سلاح أكيد جاية تبت انتقم لكن السبب وش الله أعلم ولكن سوف تتضح الأمور بعد التحقيقات والكاميرات أحمد سري في تدوينته يكتب محتاجين بيان توضيح للحادث من الجهات المختصة عشان الألسنة اللي بتطعن في المحترم أحمد حاتم تخرس طبعا مشاهدين مستجدات القضية أنه تم تحويل التقرير الخاص بتشريح جثته إلى النيابة العامة لتسليم جثمانه لأهله في مصر بالفعل قد تم نقل الجثمان لمصر في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية وقال القنصر العام والسفير الطارق المليجي الموجود بالرياض أنه يتابع القضية بنفسه ومجريات التحقيق بحسب القانون المشاهدين السعودي يحضر صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية وتصل عقوبة المخالفة للحبس ستة أشهر وغرامة مائة ألف ريال وسحب تراخيص مزاولة المحنة شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها